السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في مطبخ حسناء سريف كنتمنى يلقاكم هاد الفيديو بخير وعلى خير في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله كما كتلاحظوا معي اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم هاد البسبوسة بالكريمة في المول الجديد إن شاء الله أخواتي تجربوها بصحة وراحة وتنال إعجابكم ولكنتوا أول مرة كتزروا القناة ما تنسوا الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوزلكم إن شاء الله كل جديد في القناة فاندزوا دبا المكونات والطريقة دي التحضير فخليكم معي بإذن الله إذن هاد هم المكونات اللي غنحتاجوا في هاد البسبوسة هادي فكما كتلاحظوا عندي جوج كسان ديال العنبا ديال السميدة الرقيقة أو للسميد الناعم ديال الحرشة فقد نحاول نقرب بحت الكاميرا باش تبال لكم الصورة واضحة ماشي الدقيق الفينو وإنما السميد الناعم عندي هناك كاس ديال العنبا ديال السكر ما يعادل 150 جرام عندي ضانون واحد بنكهة الفاني أو لبنكهة الموز ثلاثة ديال الحبات ديال البيض اللي ضيف عليهم شوية ديال الملح عندي هناك جوج خمارات ديال الحلوى وزن الكيس الواحد 8 جرام قشرة ديال البرتقالة كبيرة محقوكة كيس من سكر الفاني وعندي كاس ديال العنبا مع مرش كما كتلاحظوا ديال الزيت فهده هما المكونات اللي غنحتاجوا وغندوزوا ديال الطريقة ديال التحضير فخليكم معي بإذن الله إذن أن ناخد هذا الإناء هدا وضعت فيه عفوا ثلاثة ديال الحبات ديال البيض ضيف عليم شوية الملح من بعد أغ رغض نضيف كاس ديال العنبا دير السكر لكاس ديال العنبا دايما للكاس ديال العنبا الكبير ماشي الكاس ديال العنبا الصغير وغنوضع كيس من سكر الفاني وهذا البيض مع السكر滿س PARENE بسرعة منخفضة ومن بعد غدا نزيد في السرعة دي للطراب ما كانش عدنا الطراب الكهربائي فنخدمه في الكاس اللي كان طحنه فيه العاصر فنفس النتيجة كتجي غي هو البيض مخصوش يفوت واحد الوقت معين هو تيطلع الى فات الوقت هاد البيض هده وحنا سنطربو فيه فلا تيقول لي يعني البيض طيب وبالتالي البسبوسات ما كيجيونش طالعين وحتى لا طلعو يعني تي نزلو كيجيون رقاق بزاف او للكيكات او اي نوع مخص البيض يفوت الوقت في الطياد هنا كما كتلاحظوا معي الحجم ديال البيض ضاعف واللون ديال البيض تبدل كنستمر واحد دقائق قليلة وكنحبس مني كنبغي نضيفه السوائل سواء كان عندنا حليب او عصير برتقال او لزيت كنضيفوه على دفوعات متتالية باش ما كينزلش نيناهض البيض هذا اللي طلعنا فهنا كما كتلاحظو بديت كنضيف الزيت على دفوعات متتالية اه بهاد الشكل هادا ما نضيفوه على جهد دفوعات وانما خاصنا نضيفوه بشوية 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 حتى نكملو الكيميه اللي عندنا فالمول قبل من بداد هنجو بشوية ديال الزبدة ورشيتو بشوية ديال السميدة رقيقة اللي خدمت بيها نفسها في هاد البسبوسة هادي حطيتو على جند وهاد الوقيته هادي راني شاعات الفران تيسخن خاصني مني كوب الخليط في المول ندخلو مباشر الفران من تسناش حتى يسخل الفران والخليط مكبوب في المول لانكم غتلقوا سميدة شربات ليكم السوائل وبالتالي البسبوسة ما غتجينش زوينا يعني مباشرة من ينخويو الخليط في المول ندخلوه الفران مباشرة ضبت هنا يا قشور ديال الليمونة اولا ديال حامضة اللي عندكم تخدموا به وقدرنا اخد هاد السميدة هادي غربلت عليها جوج خمارات مجموعة الخميرة ديال حلويات استاشر جرام وسنبدأ نضيف هاد السميدة هادي على دفعات متتالية وكنخدم بالطراب اليدوي بهاد الشكل هادا فدائما اه لكن اغنضيفه اه دقيق الابيض في الكيك ضروري من غربلو باش ميبقوش ان هادوك الحبيبات ديال الطحين في الكيك وبالتالي الكيك ما تيطلعش يعني تينزل هنا في الفران او لم نيسا نخرجوه تينزل فهادو كيكونوا اسباب كيخليو الكيك ينزل في الفران وبالنسبة للخمير فضروري احتهي نحاولو نغربلوها باش كنت اكدوا باللي الحبيبات كلهم اللي في الخميرة ما بقوش واضحين فالقوام ديال هاد البسبوسة هادي كيكون ما تقيلش بزاف وما مرخوفش بزاف انا نخلي لكم ان شاء الله القياس ديال الكاس ديال العنباش حالكيوزن بالقرام في صندوق الوصف بالنسبة الاخوات اللي ميدي توفروش على هاد الكاس هادا وان شاء الله كل شي غنخلي لكم مضبوط باذن الله فكان بقى نضيف غير بشوية بشوية كيما كتلاحظوا كيما كتلاحظوا معي الخليط كيف كيكون متقيلش بزاف وما مرخوفش في نفس الوقت هذا هو المول اللي غنخدم به هاد البسبوسة هادي فمتواجد بكثرة في الاسواق غدا نتلقو هادا هو الشكل دياله مدهون بشوية ديال زبدة ومرشوش بشوية ديال السميدة رقيقة وغدا نكف في هاد الخليط هادا فكان عزاد الاخواتي البرحلة فش كبيت الخليط كان الفيديو محبوس هندخل هاد الكيك او هاد البسبوسة هاد الفرن طيب على درجة حرارة متوسطة وانتوا وسطة وانتلقى بكم في المرحلة التالية فخليكم معي بإذن الله فبيض مطاب هاد البسبوسة هادي الطيب خديد جوج كيسان ديال العنبة ديال العسل البرتقال يكونوا عامرين اه خمسة واربعين جرام ديال ناشا الدورة او المايزينة ومية جرام ديال السكر ضيفها واندمج هاد المكونات هادو مع بعضهم زيان حتى كي ندامجونا العناصر كان وضاع هاد الكاسر هاد فوق النار كيف كيبال لي ديال الخليط بدأت يتقال كتكون يعني البسبوسة جبدناها وخليناها دفات عاد كنكبو وسطها وسطها القلب ديال البسبوسة كنكبو هاد الكريمة هادي ديال الليمون فما تخليوش يعني الخليط حتى يتقال بزاف وبالتالي مني جيو تكبوه يكون تقيل يعني يكون طراف هاد الخليط هادي ما غديش يجيكم يعني الوجه ديال الكريمة كنتمنى اخواتي الفكرة تكون وصلات وانتلقى بيكم في مرحلة تانية فبعد ما دفات هاد البسبوسة هادي مزيان مباشرة ده بان اطلقت الفيديو فالخليط ما زال فوق النار مباشرة غدا نكبوه في الوسط ديال هاد البسبوسة هادي فالخليط كنعاود نأكد ما تخليوش هاد الكريمة هادي تتقصحي لقصحت فمني غنجيو نكبوها في الوسط ديال هاد المول هادا غدا تنزلنا قاصحة وبالتالي ما نقدوش نتحكمو فيها باش نقادو الوجه ديال هاد الكريمة هادي مزيان يجينا يعني الوجه ديالها السطح ديال الوجه ديال الكريمة املس ومستاوي فك نحاول نقاد بسرعة قبل ما تبرد لان هاد غيا تتبرد هاد الكريمة هادي ديال بورتقال صافي وغدا نوضع هاد البسبوسة هادي فالتلاجة حتى تبرد لنا هاد الكريمة مزيان عاد كنزينوها باش ما بغيتوا انكم تزينوا هاد الوجه ديال البسبوسة كيب قاليكم اخواتي الاختيار فك نحاول نوصل الجناب ديال هاد البسبوسة هادي الكريمة باش جينا يعني مقادة بالشكل النهائي وانتلاقى معاكم ان شاء الله اخواتي اه بعد ما كتبرد هاد البسبوسة هادي ونزينوها فخليوكم معايا بإذن الله فانا هنا يزينت الوجه ديال الكريمة بحبات ما الفخون باز ممكن انا نزينوها بشكلات ناخدو الشكلات قالا سناخدو الموس الخاص انا اللي تنجر الخضر وكان حاولو ننجره اه الشكلات واحد الشكل اه كيجي زوين بزاف من نزله معاكم اه في واحد طرطة تهو صراحة كيجي الشكل جميل ممكن نزينو بالديسير ممكن نزينو بالفواكه الجافة فتيبقى لكم اخواتي الاختيار باش ما بغيتوا تزينو تزينو ممكن نزينو بالكوكو وضيفوا ليه شينكها فايضا كيجي الشكل ديال ها زوين فانا زينت بهات الشكل هذا صافي ونوضع وحد الحبة فى الوسط واكن كملت تزين باست بس بوسى ها ديال الكريمة ديالłyمون اللي كتجي صراحة ان بنينة بزاف وكتجي اه شيشة وطلقها بكم بشكل نهائي فتيبقى أخواتي هذا هو الشكل ها ديال البسبوسة في الليural جديد بالكريمة ديالليمون اللي كتجي صراحة بنينة بزاف وكتجي البسبوسة هو يعني مفر معكم وحد القطعة. بالنسبة لطريقة ديال الطيب. فالفوق تكتتتحمر نينة البسبوسة. نزلو هالزحت الى كان مازال خاصة تتحمر في الوجه ديالها. فمني كتكون كتطيب هاد البسبوسة في المول الجديد يعني بحلي كتتتحفر من الوسط. لانه كين حفرة في الوسط ديل هاد المول هادا فيعني غير نكملو الطياب ما كيكون اشي مشكل فضروري من هاد الحفرة كتتشكل في الوسط في المول مني كتكون طيب هاد البسبوسة هادي. باش كتجين الكريمة في الوسط بهد الشكل هادا. فكتجي صراحة كما كتلاحظوا معي كنحاول نقرب حتى الكاميرا كتجي البسبوسة مفركة والكريمة بمضاق الليمون كتجي زنينة بزاف وما كتجيش نهائيا حلوة هاد البسبوسة هادي مع الكريمة. وكنشكركم اخواتي شكر كبير بزاف بزاف على حسن المتابعة ديالكم على تعليقاتكم وعلى التشجيع ديالكم على كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم اخواتي. بالنسبة لتمن البيع فهي سبعين درهم. هاد البسبوسة هادي التمن ديالها. واي حاجة ما وضحاش مزيان ما مشروحاش مزيان خليوها لي ان شاء الله فتع عليق انجوبكم عليها باذن الله. وما بقى لي اخواتي الا نقول لكم اطلعوا فراتكم بزاف بزاف والى لقاء اخر في فيديو اخر في فكرة جديدة في وصفة جديدة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة